مصر بفعل فاعل عن قضايا مصر وعن قضايا الوطن هذا السؤال الذي ترحته الآن لكن على الأستاذ ياسر نجمع والتحالف المصري في أوروبا هو معنا الآن عبر الأقمار الاصطناعية من لندن أهلا بك أستاذ ياسر معنا أستاذ ياسر أهلا بك كنا نناقش أهلا بحضرتك وأهلا وسهلا نعم كنا نناقش دور المصريين في الخارج في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ومنذ قليل طرحنا السؤال عن صعود الإسلاميين والتخوف من صعود الإسلاميين والوصول إلى سدة الحكم من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة هل تتخوفون أنتم في أوروبا من صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم وتتخوفون على الدولة المدنية كما يقول البعض دكتور أستاذ ياسر أنا شخصيا لا أتخوف من وصول الإسلاميين للحكم طالما أن فيه مناخ ديمقراطي شفاف في مصر وفيه نظام سياسي سليم يحكم العملية السياسية لو ما فيش نظام سياسي سليم وما فيش ديمقراطية أنا مش خايف من الإسلاميين بس أنا خايف من الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين والعسكر وكل أي قوة تنفرد بالحكم في مصر في ظل مناخ غير ديمقراطي مناخ ديكتاتوري أنا أخاف منها لكن أنا ما خافش من قوة معينة بعينها طالما أن فيه عملية ديمقراطية سليمة وشفافة وفيه تداول للسلطة وفيه استطلاع لأراء الجماهير سواء من خلال انتخابات حرة نزيهة أو من خلال استفتاءات وحتى لو جاءت قوة نتخوف منها في الحكم ده اللي حصل في دول تانية دولة زي اندونيسيا مثلا حصل فيها ما يشبه الثورة المصرية ووصلت للحكم قوة إسلامية لم يرضى الناس عن أداءها فسقطت في الانتخابات التالية وجاءت مكانها قوة أخرى وهكذا فأنا تخيفني الدكتاتورية ولا تخيفني الديمقراطية مرأك أستاذ ياسر في أن نذهب لوثيقة نتوافق عليها بها بعض المبادئ الدستورية تسمى فوق دستورية أو ما شابه ذلك لنظما مدنية الدولة المصرية وموروثات الدولة المصرية على حد التعبير ضيوفي هنا في الأستوديو كما هو الحال في الوثيقة المقدمة باسم الدكتور علي السلمي أنا أرفض وثيقة الدكتور علي السلمي لكن لا أرفض مبدأ المبادئ فوق دستورية لضمان مقاومات الدولة المصرية يعني أنا مش رافض الوثيقة من حيث المبدأ ولا رافض المبادئ ما بحبش أسميها مبادئ فوق دستورية لأن ما فيش حاجة فوق الدستور لكن بحب أسميها المبادئ الحاكمة للدستور التي يفصل على أساسها الدستور فالمبادئ دي موجود زيها في دول أخرى كثيرة ولو وصينا للدستور الأمريكي والدستور الفرنسي وحتى دستور الإندونيسي اللي كنا بنكلم لكن السؤال يا أستاذ ياسم من الذي يضع هذه المبادئ؟ أي أن كان المسمى؟ الذي يضع هذه المبادئ؟ أولا المبادئ دي هيستفتع عليها الشعب في النهاية فمش هتفرض على الشعب المبادئ دي لازم يضعها يا إما قوة منتخبة زي مجلس الشعب أو الجماعية التأسيسية في تونس أو تتحط بشكل توافقي يعني طول مصر طول تاريخ مصر من أول دستور سنة 1923 لحد دلوقتي الدستير كلها ما حطتهاش قوة منتخبة حطتها قوة معينة لكن قوة توافق عليها الجميع فيها ممثلين للقوة الشعبية والطيارات السياسية كلها وكلهم بيبقى الناس مشهود لهم بالعقلانية وبالتاريخ المضيء فبالتالي مش هيجيبوا حاجة متطرفة يعني مش هيجيبوا لا حاجة تطعم في مدنية الدولة ولا حاجة في نفس الوقت تطعم في هوية الدولة الإسلامية كان فيه عندنا المبادئ بتاعت الدكتور البردئي كان عندنا وثيقة الأزهر كل دول حصل شبه توافق عليهم لكن الاعتراض كان على وثيقة الدكتور علي السلمي بسبب المضمون بتاعها مش بسبب كونها بتضع مبادئ فيه دستورية يعني ما اعتقدش ان فيه اي قوة سياسية في مصر هتعترض على مبدأ مدنية الدولة هتعترض على المادة التانية للدستور ما فيش قوة هتعترض على الحقوق والحريات لكن الاعترض على وثيقة الدكتور علي السلمي كان بسبب المضمين اللي فيها حسب اللي هي بتدي وضع خاص للجيش وبعدين بتجرد المجلس الشعب من سلطاته بانها بتدي 20% فقط وهل انتم كجالية مصرية في اوروبا دكتور ياسر ترفضون ان يكون هناك وضعية خاصة للجيش ان يكون حاميا للشرعية الدستورية كما جاء نصا في وثيقة الدكتور او ما يعرف وثيقة الدكتور علي السلمي انا مقدرش هتكلم بنياب عن الجالية المصرية في انجلترا او في اوروبا كلها لكن انا ليه اتصال بزملائي واصدقائي في التحالف المصري في اوروبا وطبعا كلهم رفضين اي تدخل للجيش واي شخص عنده حب لهذا البلد وعنده امال وطموحات ان مصر تبقى دولة ديمقراطية حقيقية يرفض اي وصاية للجيش على الدستور او اي حماية الشعب هو اللي يحمي دستوره والشعب هو الذي يحمي ديمقراطيته والشعب هو الذي يحمي مدنية دولته مش مستنيين الجيش يحملنا دستورياتنا الجيش مش قوة ديمقراطية اساسا في تكوينها علشان تحمي الدستور والجيش اللي بيقوده المشير طنطاوي والمجلس العسكري لم يكونوا ديمقراطيين يوما لا في داخل المؤسسة العسكرية ولا في اداءهم في خلال الفترة اللي ميسكوا فيها الحكم بتاع ايه الجيش يبقى واصي على الدستور من وجهة نظرك من يحمي الشرعية الدستورية في مصر من يحمي اللي تأتي فئة تنقلب على الدستور وتضع دستور اخر او تعدل كما حدث في اواخر عهد النظام السابق زي ما قلت الشعب هو اللي يحمي الشرعية الدستورية عندنا في الدول الديمقراطية مؤسسات عشان كده بنسميها دول مؤسسات اما الدولة بتتحول الى دولة مؤسسات بتبقى اشبه بالتروس في مكانة ما يقدرش ترس يخرج عن النظام هيلفظ خارج المنظومة اللي احنا محتاجينه في مصر منظومة دولة مؤسسات منظومة دولة ديمقراطية والدولة المصرية الحديثة ده احنا مش بنبتدي من فراغ احنا مش بنبتدي زي ليبيا مثلا من لا شيء احنا عندنا في مصر بنية دولة مؤسسات انحرفت عن مصرها لكن البنية المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب مجلس الشورى القضاء الاداري القضاء المستقل نفسه الصحافة الحرة الشعب نفسه من خلال الاستفتاءات كل ده بيشكل منظومة دولة ديمقراطية حرة دولة مؤسسات هي دي اللي بتحمي الشرعية وهي اللي بتحمي الدستورية احنا مش محتاجين قوة عسكرية تحمي الدستور او تحمي الديمقراطية احنا ما بنشوفش في امريكا ولا في انجلترا ولا في فرنسا ولا في اي دولة ديمقراطية المؤسسة العسكرية عبارة عن مؤسسة فنية مهمتها مهام قتالية تكلف ديها من قبل السياسيين لكن ليس لها شأن بالسياسة على الاطلاق تدافع القوة بتاعة المجتمع المدني النقابات الاحزاب كل ده هو اللي بيحمي شرعية الدولة وبيحمي الديمقراطية وبيحمي الحقوق والحريات انتقل معك الى موضوع اخر هو موضوع التصويت تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمين هل بدأت الاجراءات بالفعل من قبل السفارات المصرية في اوروبا للتسهيل على المصريين هناك التصويت اثناء الانتخابات الحقيقة انا شخصيا ما اتصلتش بالسفارة او الكنسلية المصرية في لندن لكن ليه زملاء وقالوا ان جات لهم تعليمات عامة بتسهيل تصويت المصريين في الخارج لكن ما فيش لسه تفاصيل واضح ان فيه شوية تخبط لسه بسبب بعض الامور عدد المصريين اللي سجلوا عن الانترنت حسب اخر بيان عندي 76 الف مواطن فقط ده طبعا عدد ليعتبر قليل جدا بالنسبة لعدد المصريين المقيمين في الخارج واضح ان فيه مشكلة في التسجيل على الانترنت اعتقد ان كتير من المصريين في الخارج ما عندهمش هو طبعا كل المصريين اللي في العالم كله سواء داخل مصر او خارجها عندهم رقم قومي كل المصريين اللي تولدوا بعد سنة 1900 عندهم رقم قومي لكن المعظم المصريين في الخارج ما عندهمش بطاقة رقم قومي وهو مش محتاج الجاز يحتاج بطاقة الرقم القومي في عملية التصويت نفسها لكن عشان يسجل على الموقع اللي عن الانترنت هو محتاج الرقم فقط فاعتقد ان كتير من المصريين مقيمين في الخارج ما يعرفوش ان ليهم رقم قومي موجود بالفعل اللي ما عندهمش بطاقة منه ولازم يبقى فيه آلية تعرف كل مواطن مصري مقيم في الخارج رقمه قومي ايه حتى لو ما اصدرش بطاقة بحيث يسجل فيه برضو تخبط في المصريين طبعا القنصليات والسفارات المصرية مثلا هنا في بريطانيا موجودة في لندن فواحد مصري مقيم في بليموث او ليفربول او في ويلز هيصوت ازاي كل الانتخابات معمولة في ايام شغل مش في ايام عطلات اذا من الواضح ان هناك استاذ ياسر افهم من كلامك من الواضح ان هناك اشكاليات كثيرة في التصويت المصريين في الخارج في الانتخابات القادمة خصوصا ما يخص اوروبا او انجلترا تحديدا وهو ما تحدث عنه الاستاذ ياسر استاذ ياسر يعني كيف يكون للمصريين في الخارج دور ملموس في بناء مصر مصر ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير سريعا استاذ ياسر المصريين في الخارج كلهم امال وطموحات بالمشاركة بفاعلية في تنمية مصر وبناءها بعد ثورة خمسة وعشرين يناير ابتداء من الدكتور احمد زويل لحد اصغر عامل مصري في اي دولة في العالم بس لازم يبقى فيه ارادة سياسية للاستفادة من جهود وكفاءات المصريين اللي موجودة في الخارج المصري بالذات متميز بانه هو دايما بيحن البلد ودايما عايز يرجع لبلده قليل جدا المصريين في الاصل اللي عايزين يهجروا برا مصر بدون وجود مشاكل حقيقية ليهم في مصر شفنا نماذج دولة زي الهند مثلا بترحب جدا بالهنود الموجودين في كل انحاء العالم وانهما يساهموا في تنمية بلدهم فالمصريين نفسهم يساهموا بقوة شديدة في بناء مصر لكن لازم يبقى فيه عند النظام الحاكم في مصر اللي هيجي بعد الانتخابات ارادة سياسية حقيقة انه هو يضم المصريين دول كلهم في منظومة سواء علمية او اقتصادية او اجتماعية تساهم تدمج المصريين مع الخارج مع اهلهم شكرا جزيلا عبر الاقمار الاصطناعية الاستاذ ياسر نجم عضو التحالف المصري في اوروبا اشكروا شكرا جزيلا كما اشكركم اعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم لهذه الحلقة من مصر الى اين الذي كنا نناقش فيها دور المصريين في الخارج في بناء مصر الحديثة مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير دمتم في رعاية الله وامن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة